سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحواريين الحلقة 15 أهلاً وزهلاً أهلاً وزهلاً أهلاً وزهلاً أنا أتذكر يا خالتي صفية في المرة الفاتة أنت قلت أنه بوليس في مدينة أفاسوس ورى المؤمنين هناك من حيران النبي يحيا ضرورة أن يدعمدوا ثاني دلالة عليه مانو بسيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنين في أفاسوس فعلاً يتبعوا إرشادوا ويدعمدوا ونزل عليهم السر الإلهي وبردو أنا قريت أنه في أفاسوس بوليس كان لي مدة ثلاثة شهور بيمشي لي بيد عبادة بني إسرائيل ويتحدث بشجاعة ووضوح عن المملكة الربانية وكان بناغش الناس هناك ويحاول إقناعهم لكن بعضهم كان بيعاندوه ويرفضوا الإيمان وكانوا بيسخروا منه ويستهزقوا بالرسالة بطريقة واضحة وبوليس ترك الجماعة المعارضين ديل وجمع المؤمنين في قاعة كبيرة اسمها قاعة تيرانوس ايوة يا سكينة انت كلمتيني وقلت إلي بيقى يعلمهم كل يوم وكان بيشرح ليهم التعاليم الواردة في رسالة سيدنا عيسى عليه السلام في الغاعد لمدة سنتين دا كلام صح كانت النتيجة شنو؟ النتيجة إنو كل سكان ولاية إسيا المن بني إسرائيل وغيرهم سمعوا يرشادوا عن رسالة المسيح دا كلام صح والله سبحانه وتعالى يا جماعة مكن بولس من عمل معجزات عجيبة ودخل للناس بيقولوا يشيلوا المناديلة اللي كان بيستعملها ويخطوها على المرضى أول متلبساهم أرواح الجن والمرضى ديل كانوا كلهم بيطيبوا ويقوموا في أحسن حال وكانوا في جماعة من بني إسرائيل كانت مهنتهم ترضى الأرواح الشريرة من الناس المتلبسوا من الجن كانوا بيتنقلوا من مكان ل مكان وبعضهم حاولوا يستخدموا اسم عيسى عليه السلام في طرد الجن وكان كل واحد منهم بيقول للجن أأمرك باسم عيسى اللي بينادي به بولس أن تطلع وكان من ضمن الجماعة ديل سبع أخوان وهم أولاد غاء الدين كبير من بني إسرائيل اسمه سكاوة أحال أخوان ديل في مرة حاولوا يأمر الجن عشان يطلع من رجل مريد لكن الجن رد عليهم وقال وبعد كده الجن طوالي هاجم عليهم بواسطة الراجل المتلبس روح وضربهم ضرب شديد وشرط هدومهم لدرجة إنهم جروا عريانين ومجرحين ودمهم سايل وخبرهم انتشر ومال مدينة أفاسوس كلها وسكان المدينة من اليهود وغيرهم كلهم خافوا وبقوا يعظموا سيدنا عيسى عليه السلام ورسالته ورسالته بقت تنتشر بسرعة وبقوة وكثير من الناس اللي آمنوا اعترفوا بزنوبهم وشروروا ما لعملوها وكثيرين من اللي كانوا بيمارسوا السحر لموا كتبوا محارقوها قدام الناس مع إنه قيمتها كانت حوالي خمسين ألف عملة نقدية من الفضة وبعد ذاك بولس خرر إنه يسافر للقدس عن طريق مكدونيا وخائية وأثناء وجوده في إيسيا وقبل سفره من أفاسوس قام رسل إثنين من مساعدينه قدامه لمكدونيا وهم تيموسوس وآرسستس وكانت نية بولس هي السفر لرومة بعد القدس أها في الوقت ذاك حصلت في أفاسوس كراهية وحملت اضطهاد قوية ضد إتباع سيدنا عيسى عليه السلام لأنه في سايق في المدينة اسمه ديمتري كان بالشكل نمازج مصغر من الفضة لمعبد الإله أرطاميس والعمل دا كان مجز جدا له للعمال وفي مرة السايق دا جمع عماله مع عمال تانيين بيشتغلوا في نفس المهنة وقال ليهم شوفوا يا جماعة زي ما عارفين إنه المهنة دي هي ماننا واكل عيشنا وإنتوا شفتوا وسامعين الراجل الدجال اللي اسمه بولس دا غش مجموعة كبيرة من الناس هنا وفي كل المنطقة حولنا وشفتوا كيف إنه ضللهم بكلام اللي بيقول فيه دا إنه تماثيل الآلهة اللي بيصنعوها الناس هي مآلهة يا جماعة هنا فيه خطر كبير علينا الراجل دا بيتحدانا وعايزك تعريزكنا ويخلي مهنتنا ما عنده أي قيمة والشي الموصف شديد كمان إنه معبد الإله حيكون ما عنده أي قيمة وكمان الإله العظيمة المحبوبة أرتميس والبيعبدوها الناس هنا وفي أجزاء تاني من العالم دا حيكون أكبر هانا لها يعني نحن هنكتف يدينا ونقعد نعيين لبعض كده والعنبان لما سمعوا كلام ديمتري دا كلهم غضبوا جدا وحاجوا وبيقوا يهتفوا بأصوات عالية ويقولوا عاشت إله 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 من الغضب وبعضهم قبضوا على الثنين من زملاء بولاس في الرحلة وهم غايس وارستريكي والاثنين ديل أصلا من سكان مبدونيا والناس الهايين ديل انتدفعوا كلهم مع بعض وبسرعة شديدة جدا وكانوا سايقين غايس وارستريكي وما شبيهم للساحة العامة في المدينة أها في الوقت دا بولاس كان عايز يمشي ويواجه الجماهير اللي كانت بتغليبه لكن أخوانه المؤمنين يترجوهوا إنه ما يمشي للساحة العامة ويعرض نفسه للخطر وبرضو أصدقاء من المسؤولين في الولاية رسلوا ليه رسالة بنفس المعنى وهناك في الساحة العامة الغليان ولع شديد جدا وكل مجموعة من الناس كانت بتهتف هتاف مختلف عن الناس التانين وكثيرين منهم ما كانوا عارفين الموضوع شنو بالضغط بن اسرائيل قدموا واحد منهم اسمه اسكندر واسكندر دا أشر للجماهير اللي كانت بتغليبه وبتهتف عشان يسكتوا لأنه كان عايز يوضح لهم إنه الرسالة اللي بينادي بيها بولاس ما عندها أي علاقة ببن اسرائيل لكن الناس لما عرفوا إنه اسكندر ذاته من بن اسرائيل أبوا يسكتوا وبيقوا يهتفوا بصوط عالية عاشت الإله العظيم أرتميس تعيش إلهة أبوسوس تعيش إلهة أبوسوس تعيش إلهة أبوسوس تعيش إلهة أبوسوس عاشت الإلهة العظيم أرتميس عاشت الإلهة العظيم أرتميس ويرتافهم دا استمر لمدة ساعتين وعدك رئيس مجلس المدينة خاطب المحتجين وبدأ يهدي فيهم وقال لهم يا أهل أفوسوس الكرام كل الناس عارف إنه مدينتكم دي هي المقر وهي الحارسة لمعبد الإله العظيم أرتميس وكمان حارسة إمثالها المغدس اللي هبط من السماء وما في خلاف على كده أبدا أرجوكم أرجوكم أهدوا وعقلوا وما تتهوروا إنتوا هس قبضتوا الرجال للتين ديل وجبتون هنا للحقاب مع إنهم ما أهانوا المعبد ولا دنسوه ولا شتموا أو أهانوا إلهتكم عشان كده أنا بقول لكم إذا كانت في شكوى محددة من ديمتري وزملانه في المهنة ضد أي زول في محاكم وفي قضاء والمظلمين ممكن يمشوا لهم ويرفعوا قضية وإذا كان في أي شيء إضافي ممكن ننظر فيه ونبحث في اجتماع المجلس حسب القانون أما المظاهرة دي وطريقة الاحتجاج والفوضى دي حتعرس سمعة مدينتنا للخطر والرومان حيتهمون بالفتنة والفوضى وما حنقدر نبرر التجمع والغليان ده عشان كده أنا بقول لازم الناس تتفرق السي وبعد ما المزئول ده انتهى من كلامه الناس تتفرقوا وأخلوا الساحة العامة أها يا جماعة بعد ما المظاهرة انتهت والوضع المتأزم ده ده بولس رسل للمؤمنين عشان يشجعهم ويجوي عزيمتهم ولما جوا فعلا شجعهم وبعد ذاك وادعوا مسافر لمكدونية وهناك بيقى يتنجل في كل المنطقة وكان بيشجع المؤمنين بكلام كتير ومهم واستمر في تنجله ده لغاية ما وصل لليونان وقعد هناك ثلاثة شهور وبعد ذاك وهو بيستعد للسفر بالبحر لسوريا عرف انه بني اسرائيل كانوا بيرسموا في خطة عشان يقتلوهو وعشان المؤامر دي بولس قرر انه يرجح تاني لمكدونية ومنا يسافر للغطس وكانوا مرافقينه بعض زملائه اللي كانوا في الاصل من مدن ومناطق مختلفة فمثلا سوباتر ابن بريس كان من بيريه وارستريكي واسكوندس كانوا من تاسالونيكي وغايس كان من دربا وتيمو ساوس كان من لسترا وطيخي وطريفي كانوا من ولاية ايسيا اها بولس يا جماعة قام سافر من اليونان لمدينة فيليبي في منطقة مكدونيا وبعد عيد الفدة سافر بالبحر لترواس برفقة لوجة كاتبة الكتاب ده وبعد خمسة يوم وصلوا لترواس وقضوا فيها سبع يوم مع زملائهم اللي كانوا سافروا ليها قبلهم اهو في يوم الاحد بولس وزملائه اتلموا مع المؤمنين من اهل ترواس عشان يأكلوا مع بعض وعشان بولس يوعزهم ويرشدهم وبولس فعلا بدد درس طويل استمر الغاية تروع الفجر والسبب هو انه بولس ما كان عايز يوقف الدرس بدري بانه كان مسافر تاني يوم الصباح السلام عليكم والدرس ده كان فيه مكان في الطابق الثالث وكانت فيه فوانيس كتيرة مضوية مضوية المكان اللي كانوا ميتمعين فيه وكان من ضدنا الحاضرين فيه شاب اسمه افتيخي كان قاعد في الشباق وفي أثناء الدرس الطويل مه لما فيقى الوقت لو صلى الليل الشاب ده ناعسه نام وغير كفى النوم ووقع من الطابق الثالث ومات وبولس نزل ومشي ليه وحضنه والشاب حيه باذن الله يا سلام شفت المعجزات دي وبولس قال للناس هيا تلموا حولوه ما تقلقوا ما تقلقوا عليه وشوفو اهو افتيخي الحمد لله حيه تاني أها وقاموا وطلعوا كلهم تاني للطابقة الثالث وأكلوا وبعد ما انتهوا من الأكل بولوس واصل الدرس تاني لغاية طلوع الفتر وبعد ذاك هو وزملائه ودعوا باقي المؤمنين في ترواس وتفرقوا مؤقتا أما بعد الناس اللي حضروا درس الإرشاد قاموا مشوا مع الشاب الماتوا حية تاني ووصلوه لي بيته واتمأنوا عليه ونفوسهم هدد طيب يا جماعة خبر المعجزة دا حيكون هو انهيها يدرسنا الليلة في المرة الجاية إذن الله حالواك تحية زروق إخراج تماضر شيخ الدين